الجامعة الافتراضية السورية وصول المحاكمات المدنية واحد للدكتور محمد واصل الوحدة التعليمية الثالثة عشر بعنوان عوارض المحكمة الدرس الثالث تقدمت مبادر الضوء بصوت مريم علي يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 243 إلى الصفحة 246 التنازل عن الدعوة والحق يلجأ صاحب الحق عن طريق الدعوة إلى عدالة الدولة لإقتضاء حقه أو حمايته بمواجهة من ينكره أو يعتدي عليه وبعد رفع الدعوة قد يجد لأسباب تعود إليه أنه لا يرغب بمتابعة الخصومة أو أنه ولذات الأسباب وجد أنه من المناسب له أن يتنازل عن الدعوة والحق معا وبذلك تنتهي الخصومة في الدعوة دون إصدار حكم في الموضوع بهذا سوف نبين حكم القانون في مسئلتين التنازل عن الدعوة والتنازل عن الحق المدعى به في الدعوة وأثار ذلك في الفقراتين الآتياتين التنازل عن الدعوة يعد التنازل عن الدعوة من عوارض المحاكمة التي تحول دون صدور حكم في الدعوة ويعني التنازل عن الدعوة ترك الخصوم من قبل المدعى بإرادته دون صدور حكم فيها لأنه وجد من مصلحته عدم متابعة السير فيها بعد أن رفعها وتحمل مصاريفها لأنه وجد أمكانية الوصول إلى حد ودي مع خصمه أو لأن الأدلة اللازمة لإثبات الحق غير متوافرة لديه في الوقت الراهن أو لأنه رفعها أمام محكمة غير مختصة وأن المحكمة سوف تصدر حكمها بها بعدم الاختصاص وأن الأفضل هو أن يقيمها من جديد أمام المحكمة المختصة وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوة لا يصور إلا من قبل المدعي سواء كان الادعاء أصلياً أم متقابلاً أم مجرد ادعاء فرعي وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوة هو سمى من سمات الدعوة المدنية وما في حكمها بخلاف الدعوة الجزائية التي لا يصح فيها التنازل عن الحق العام لذلك فالتنازل عن الدعوة هو تصرف إيرادية بالإيرادة المنفردة من حيث المبدأ إذ يجوز التنازل في أي وقت بناء على طلب المدعي طالما أن المدعي عليه لم يبدي أي طلبات أو دفوع فيها أما إذا حضر المدعي عليه وأبدى طلباته ودفوعه فيها فلم يعود يحق للمدعي التنازل عن الدعوة بغير موافقت هذا الأخير كما يجوز التنازل عن جميع الدعوة طالما أنها لا تتعلق بحقوق الغير أو لم يترتب عليه إنشاء مراكز قانونية لهذا الغير وعليه يجوز التنازل عن الدعوة العادية والإدارية ويجوز التنازل عن دعوة مخاصمة القضاة وردهم ويجوز التنازل عن الاستئناف عن الطعن بالنقد بعد رفعهما أما التنازل عن طريق من طرق الطعن قبل ثبوته مخالف القانون وغير جائز لأنه يتعلق بتنظيم العدالة ويتصل بالنظام العام أما بعد ثبوت الحق فيجوز التنازل عنه ولو لم يتم استعمال هذا الحق إلا أن التنازل عن الدعوة يستلزم تحقق بعض الشروط وترتب عليه أثار قانونية أولاً شروط التنازل عن الدعوة يجب لصحة التنازل عن الدعوة أو ترك الخصومة تحقق شرطين هما التعبير الصريح عن إرادة المدعي أو من يمثله بالتنازل وقبول المدعي عليه في حال تبليغه الدعوة بهذا التنازل وذلك وفق الآتي 1- التعبير الصحيح عن إرادة المدعي بالتنازل 2- يتم التنازل عن الدعوة بالتعبير الصريح عن إرادة حرة جازمة بالتنازل وفقاً للقواعد العامة اللازمة لقيام مصحة التصرفات القانونية من وجوب الرضا والأهلية وخلول إرادة من عيوب الغلط أو التدليس أو الإكره وأن يكون سبب التنازل مشروعاً وأن لا يكون التنازل موصوفاً أي غير معلق على شرط أو مرتبط بأجل ويكون التنازل صريحاً عندما يتم بإقرار على محضر جلسة المحاكمة أو بمذكرة خطية ويستطيع طالب التنازل فتح الجلسة في أي وقت لتثبيت تنازله عنها طالما لم يتم تبليغ خصمه أما بعد الأعلام فإن التنازل لا ينتج مفاعله إلا بتبليغه إلى ذلك الخصم يحتاج التنازل عن الدعوة إذا قدم المدة عليه طلباته ودفوعه فيها إلى موافقته على التنازل إلا أنه لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوة إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوة أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوة لأنه لا يقبل أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه أما إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبدي أي طلبات أو دفوع في الموضوع فلا حاجة لقبوله أو موافقته على تنازل المدعي عن الدعوة ثانيا آثار التنازل عن الدعوة يترتب على التنازل عن الدعوة زوال الخصوم بكل إجراءاتها وما ترتب عليها من آثار وهذا ما أكدته المادة 1 على 171 أصول محاكمات بالنص على أنه يترتب على التنازل عن الدعوة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوة وهي بشكل خاص كالآتي 1- التنازل عن الدعوة إبطال لاستدعائها وألغاء لكل إجراءات الخصومة وما ترتب عليها من آثار فلو كان قد تم إلقاء حجز احتياطي أو تم وضع إشارة الدعوة على صحيفة عقار وتم التنازل عن الدعوة عد الحجز كأنه لم يكن وترفع إشارة الدعوة 2- لا يؤثر التنازل عن الدعوة على الحق المدعى به فيها حيث يكون للمدعى الحق برفع الدعوة به طالما لم يسقط بالتقادم ولا يعد التنازل عن الدعوة إبراء لضمة المدعى عليه بما تم الإدعاء عليه به 3- لا يترتب على التنازل عن الدعوة سقوط إقرارات الخصوم أو الإيمان التي تم حلفها ولا إجراءات التحقيق التي تمت فيها من معاينات وخبرات فنية لم تكن باطلة بذاتها 4- يترتب على التنازل عن استدعاء الاستئناف زوال صحيفة الاستئناف واعتبارها كأنها لم تكن وكافة الإجراءات التي اتخذت بالاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك لا يمنع من رفع استئناف آخر ما لم يكن الحق بالاستئناف قد سقط لتنازل صاحبه عنه أو لفوات الميعاد القانوني لرفعه كما أنه لأي خصم في الدعوة أن يتنازل عن أي ورقة أو إجراء تم فيها بموافقة خصمه وبإذن المحكمة ويعد في هذه الحالة كلنا الإجراء أو الورقة المتنازل عنهما كأنهما غير موجودين أصلا في الدعوة أعطى القانون الحق المدعي أن يتنازل عن الدعوة التي أقامها في أي وقت بالشروط التي سبق بيانها أعطاء الحق ذاته بالتنازل عن الحق المدعبه فيها ويشمل التنازل عن الحق التنازل عن الدعوة حكما إلا أنه يترتب على هذا التنازل الآثار الآتية واحد يفيد التنازل عن الحق سقوطه وبالتالي لم يعد نجائز تمسك بالمطالب به أمام القضاء وإن كان سيبقى يشكل التزاما طبيعيا بذمة المدين فإذا قام هذا الأخير بالوفاء به فإن وفاءه له يكون صحيحا ولا يستطيع أن يرفع الدعوة باسترداده على أساس دفع غير المستحق 2- إن التنازل عن الحق في الدعوة يعني التنازل عن الدعوة وإن هذا التنازل يكون نهائيا فلا يستطيع بعدها إقامة الدعوة ثانية بالحق المدعبه فيها 3- يفيد التنازل عن حكم قضائي التنازل عن الحق الثابت فيه وسقوط ذلك الحق ويعتبر الحكم مضمونه كأنهما لم يكون وبالتالي فلم يعد من حق المتنازل إقامة الدعوة ولا الإدعاء بالحق المحكوم به 3- تمارين لكل سؤال عددنا الإجابات الصحيحة وواحدة خاطئة أو عددنا الإجابات الخاطئة وواحدة صحيحة اختر الإجابة المخالفة 1- وقف الخصومة يعني عدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوة نقل الدعوة إلى محكمة أعلى رفع يد المحكمة مؤقتا تعليق الحكم إلى حين زوال أسباب الوقف والإجابة الصحيحة هي رفع يد المحكمة مؤقتا 2- يشترط في الوقف القضائي أن تثار مسألة أولية في الدعوة أن تكون المسألة من اختصاص المحكمة أن يتم الوقف إلى أن تفصل المحكمة في المسألة الأولية أن لا يترتب على المسألة الأولية الفصل في الدعوة والإجابة الصحيحة أن لا يترتب على المسألة الأولية الفصل في الدعوة 3- يكون انقطاع الخصومي لأحد الأسباب الآتية 4- وفاة المتدخل في الدعوة 5- جنون المدع عليه 6- حرمان محامي أحد الخصوم من حقوقه المدنية 7- تعرض أحد الخصوم لخسارة كبيرة ترتب عليه إعساره والإجابة الصحيحة هي تعرض أحد الخصوم لخسارة كبيرة ترتب عليها إعساره نهاية الدرس الثالث من الوحدة الثالثة عشر ونهاية كتاب أصول المحاكمات المدنية واحد للدكتور محمد واصل ترجمة نانسي قنقر